مستثمر في قطاع المطاعم والمقاهي عبدالعزيز السلام أهلا وسهلا بك أستاذ عبدالعزيز معنا في نشرة النهار الله يحييك هلا خسن الله يحيي يقول لك يعني بداية هل الاتجاه نحو بدء المشاريع بالمطاعم والمقاهي صحي مع مرور الوقت ومع زيادة الإقبال وزيادة الاستثمار في مثل هذه المشاريع حقيقة قطاع المطاعم في العالم كله يواجه مشكلة أن الاستدامة فيه ليست سهلة وعمامه تحديات جدا قوية بدون أي يعني باختلاف عن القطاعات الصناعية أو القطاعات الأخرى لأنه هو نفس يعني اللي يجيو له عادة بشغف الناس تأتي لهذا القطاع بشغف سواء كانوا يحبون القطاع هذا أو سواء كان شيف فهذا القطاع محبوب إليهم نفسيا فحبوا يدخلوه السعودية بصراحة كان اللي يقود القطاع هذا كلهم الأجانب الآن بدأ الشباب السعودي يدخل سواء في المقاهي في المطاعم وأصبحت الإدارات السعودية حتى أصبحنا نشوف الشيف السعودي سننشوف المدير السعودي سننشوف حتى الويتر السعودي ما كنا نشوف أول في القطاع إلا الأجانب الآن السعودين صراحة اقتحموا وأثبتوا جداراتهم وعندنا أمثلة كثيرة دليل على نجاح ولكن هل نسبة نجاح السعودي مقارنة بالأجنب في المملكة في قطاع المطاعم والمقاهي مرضي؟ أنا أقول هل القطاع هذا زي أي قطاع آخر لكن بالذات القطاع هذا نسبة النجاح فيه ضعيفة جدا يعني أنت تقريبا 50% في أول 5 سنوات يسقطون حتى في العالم هذا في العالم كله 2% يعني 20% تقريبا هم اللي ينجحون فأنت تتكلم من كل 10 مطاعم 2 يجتمرون بعد العشرة سنين و50% يسقطون في البداية لماذا؟ ما هي العوامة التي تجعل الشخص ينجح أو يفشح؟ أنا أستغرب كنت تقول أنه هامش الربح 25% ما يستطيع التاجر أن يربح 25% هامش الربح من أي فاتورة 15% إلى 10% وعندنا أمثلة كثيرة دخلت في سوق المال تثبت ذلك فهامش الربح الضعيف هذا اللي يجعل أنه التحديات أمامها قوية أضف إلى ذلك المطاعم نفسها تتطلب جهد قوي وتتطلب إلى برنامج يعني أي حاجة يفقد فيه ممكن تفقد كل سمعتك لو كان فيه تسمم فقط كل سمعتك لو كان فيه مستوى الجودة غير جيدة قبل يومين أو أكثر كان نطرح موضوع الخاص بالتقييمات في جوجل ماب للمطاعم والمقاهي وخرج معنا العديد من المستثمرين يشتكون من بعض التعليقات التي قد تدمر مشاريعهم ما في شك يعني أحيانا جيك واحد يقول لك يا خيرا ما جيت المطعم أو المقهى ولكن نظر أن أسعاركم غالية أنا قيمكم نجمة طيب أنت جيت يمكن هذا ما يناسبك يعني ما هو معقول كل يعني كل قطاع فيه فريتي متنوع يعني أنت تبغى فاين داينينغ تبغى شيء سريع السؤال هنا يعني الذي ربما يطرحه الكثيرون هل المستثمرون في قطاع المطاعم والمقاهي التجار الذين يقومون بالاستثمار في هذه المشاريع وتكون الأسعار الغالية أو مرتفعة مقارنة ببعض الأماكن الأخرى هل هذا جشع أم هذا أمر مقبول وطبيعي طيب إذا أنت تقول فاتورة تدفعها كزبون فلنقول فاتورة مئة ريال تأخذ الدولة منها 15% اللي هي الضريبة أنت من المئة الآن إذا تكسب منها 15 ريال أنا كتاج رطيني بروفيت ما يزيد عن 15% اللي هو 15 ريال هل تعتبر هذا الجشع أنه أخذ منك مقابل فاتور بتقابل خدمة طعام ممكن بعضه يتلف يعني أحيانا نحن نواجه تحديات كما قلنا سابقا ف15 ريال من مئة ريال هل هذا يعتبر جشع إذا كنت تريد أن يربح ريال واحد بالمئة هل هذه النسبة يعني هي المعقولة حول العالم هذا النسبة في العالم تختلف عدد أن أحيان توصل إلى ثمانية في المئة ما في أحد يأخذ يعني أنت لو أخذ مثلا بورغرايز الآن نزل السوق فيه محاسب قانوني مراجع قانوني خارجي راجع الشركة وقال لك الشركة مات 14% 9.8% وزاء هيئة سوق المال راجعت الأوراق وأثبتت أنه نعم ما في إلى 9.8% أنت تتكلم عن واحد عنده 79 فرع وفي النهاية هامش ربحه وسعره منخفض يعني سعره فيه متوسط 25 ريال فأنت تتكلم عن بهذا السعر 10% ناخذ هيرفي هيرفي 10% وشركة الاتصالات السعودية عندنا مثال قوي جدا هامش ربحها اللي أعلنته طبع وافقت هيا سوق المال مراجعة قانونية 18% الناس ما تربح حكثل من 18% بس يشوف هو يشوف الآن ما يشوف الزبون نفسه ما يشوف فيش العمليات اللي أنا قوم فيها عندي عمالة عندي دعاية طيب مثلا مثلا الآن ذهبت مثلا إلى مطعم ما دون ذكر أسماء نعم يبيع مثلا البورغر نعم السعر سعر البورغر في هذا المطعم فارق كبير بينه وبين المطعم الآخر نعم تلقى سعر بورغر بريلي وتلقى سعر بثمانين اللي بثمانين هذا ما جابه يعني ممكن حتى لو أقلك اللحم طازج بس حتى نوعية اللحم من وين أخذه يعني لحم أنجز ياباني مو زي لحم أنجز وأسترالي يعني أنجز لما أخذه من ضلع معين من مكان معين هذا تكلفته ترتفع فأنا لا تقول لي ثمانين يوازي أبو ريالين مثل السيارات يمكن السيارات واضحة تشتري سيارة كوريلا بريا بعم سعرها تشتري رزرائز تقول ليش السعار مختلفة نعم لأنه هذا فيه مميزات هنا ما هو فقط المميزات الجودة المنتج أيضا حتى يعني الخدمة اللي تقدم مع المنتج نفسه تجيين أنت تروح في مطعم يخدمك جرسون واقفه وقراسك وقت ما تبغى هذا فرغ وقته يعني جات هنا في الرياض عندنا نشأ العالمية تكلفة الشخص ثمانية ألاف ريال عشان تتعشى بليلة طيب هذا طيب هذا بمعناها هو في نهاية تربحه من هذا ثمانية ألاف من الشخص الواحد ثممية ريال فالربح الهامش الربح يتفاوت بين العشرة إلى الخمسة انكثر عشرين بالمية هذا المتوسط في البزنس في العالم كله هل تعتقد أن هناك قلة واعي من قبل الناس والزبائن الذين يقيمون خاصة ويقومون مثلا بتقييم هذا المطعم نجمة وهذا ثلاثا جوم بسبب الأسعار وما إلى آخره طبيعي طبيعي لأنه هو ما يعرف وأنا ما ألومهم لأنه ما يعرفهم في البزنس هو يشوف أنه يروح يشتري اللحمة بهذا السعر ويطبخها في البيت بهذا السعر وما يدرش التكاليف الأخرى اللي عليه أنت عندك تكاليف أنا لما أخذ مساحة كبيرة على شارع عام وأخدمك بخدمة عالية هذه تكاليف أنا مساحة المنطقة حقي لما أخذ أنا خمسمية متر وأخدمك أنا في جزء منها هذه كلها تكاليف فالأثاث لها تكاليف الديكور لو تكاليف موقع في الشارع لو تكاليف فما يقدر أقارنها أنا بواحد عنده محل شعبي في شارع خلفي يبيعك مستوى دجاج أو لحم شي اسمه مثلج وما يخدمك وعطيك هي السندوطش بريالين طيب صح السندوط البورغر بريالين أو بثلاثة أو بربع ريال لكن أنا هنا عندي بورغر يصل إلى ثمانين مقابل الخدمة مقابل ما معه منه من كل الخدمات متكاملة فأنت تنظر للخدمات كاملة ما يعرفها إلا صاحب الصنعة طيب هذه المشاريع وبمختلف كذلك أنواعها وأشكالها وأسعارها من الشخص الذي ينجح فيها ويستمر لينجح لقدم خدمة أو تجربة عميل نحن نقول تجربة العميل اللي هو يخرج العميل هو راضي أنا ما يمكن أرضي كل الناس أرضي عميلي فقط اللي موجود عندي أنا لما أخدم يعني أكل سريع زي ماكدونالدز مفروض يخدم يهمه العميل السرعة والسعر لما أخدي أخدم واحد فاين داينينج زي مثلا شيز فاكتوري هذا لازم يوقف عليك واحد واقف هو راسك يخدمك هذا مختلف هنا نوعية الأكل مختلف نوعية الخدمة مختلفة تدفع أنت مقابل الخدمة الموجودة وهنا تدفع مقابل الخدمة السريعة فكل واحد كل خدمة معينة كل كونسب معين يتطلب نوع من الخدمة نسمى نحن تحت تجربة العميل هذا فيما يخص المطاعم الشهيرة والكبيرة ماذا عن الذين يبدأون مشاريعهم من الصفر الله يعينهم اللي يبدأ من صفر لأنه عادة ما يعرفون كثير قلنا نسبة النجاح في المطاعم منخفضة جدا في الخمس سنوات الأولى أكثر من خمسين في المئة يفشلون يبقى معك عشرين في المئة فقط يستمر على طول اللي يعدي العشر سنوات الأولى يعتبر ناجح ويستمر في الغالب في الغالب ما يفشل لكن في صعوبة المطاعم طيب معدل الفشل الآن في البداية هل يعني في كم تقريبا خلال سنة يظهر الفشل خلال سنتين خلال ثلاث نعم في بعضهم يخرج من أول سنة يعني سبب كورونا اللي صار الوضاع في ناس أفلست في أول سنة في أول فترة يمكن حتى أول ستة شهور ما قدر يكمل وعلى فكرة هذا في العالم كله هل هذه مشكلة عدم الدراسة بشكل جيد عدم ما هي المشكلة تحقيقية؟ لها أسباب كثيرة ممكن عدم دراسة وعدم معرفة ما هو السبب الأكثر شهراء أو الأكثر انتشارا بين هؤلاء ومشترك يعني أنا أعتقد أنه الغالب يقلد ولا يعرف يكون متميز السوق يبغى التميز يبغى الزبون يبغى تحلله مشكلة معينة اللي يبغى سرعة يبغى السرعة لازم تحلله السرعة اللي يبغى سعر لازم تحلله مشكلة السعر اللي يبغى جودة عالية سبتحلل الجودة اللي يبغى مفايروم أنت معينة هل هذا ينطبق على قطاع المقاهي كذلك؟ كل شيء هي كلها وحدة نحن نخدم عبارة عن خدمة هي عبارة عن تجربة عميل إذا خرج العميل ما أرضته تجربة العميل لن يدفع سيكون غير راضي ولكن الانتشار الكبير مثلا على قطاع المقاهي انتشار قطاع المقاهي بشكل كبير وهل هناك نسبة تستطيعون تحديدها مثلا نحتاج مثلا في الرياض نسبة المقاهي كذا أكثر من كذا هيكون في مشكلة أنا والله ما تحضرني أرقام لا يعني هل يتم الدراسة بهذا الشكل؟ نعم أنا ما تحضرني أرقام بس الرؤية الرؤية 20-30 نحن ما وصلنا بعدد المقاهي ولا 50% من الرؤية يعني ما زلنا أنت شايفها كبيرة نحن ما وصلنا 50% نحن ما وصلنا 50% من المستهدفات للرؤية نعم ما وصلنا 50% ونحن في الأرقام العالمية أقل يعني مفروض أنا ما تحضرني للأرقام الآن تحقول؟ نعم نعم الأرقام العالمية تقول أنه مفروض في كل ألف مثلا مقهة فتجد نحن يمكن كل ثلاث ألاف في مقهة في المقاهي اللي نحن شايفينها كبيرة ما حققنا الرقم هذا العادات والتقاليد السعودي بدأت تتغير نحن بدانا كمجتمع نتغير طيب ولكن أليس عندما يزيد عدد المقاهي يقل ربما الإقبال على المقهة الواحد وبذلك يعني يقل دخل المقهة ما عليش بس نحن الآن جودة الحيال اللي في 20-30 تقولوا أنه نحن المفروض تكون عندنا جودة حياة عالية من ضمن جودة الحياة العالية أنه نحن نأخذ رفاهية أكبر الآن الشعب يتغير عما كان الآن الشباب كلهم يرتدون المقاهي كان ما يحد يرتد المقاهي يعني اللي بسرني أنا ما يعرف الشيء المقهة الآن الصغار كل من يوم هو صغير يعرف المقهة الكلشهر هذا تغير الثقافة السعودية تغيرت كثير فأنت كل مالك تجد أعداد كبيرة يتغيرون ويطلبون المقاهي الآن المقهى أصبح ولكن اقتحام قطاع المقاهي بهذا الشكل وترك ربما قطاعات أخرى أهم مثلا أو مطاعم بشكل مختلف مقاهي بشكل يعني ربما تجد الكثير منها متشابهة أخوات هذه مشكلة أنت الآن يجب أنك تحل أنت جاي يجب أن تكون تميز يجب أن يكون عندك شيء مختلف عن الآخرين إذا أنا يقدم مثل الآخرين ليش يجي طيب اسمعونك الآن ربما بعض الأشخاص الذين يريدون سواء مقهى أو غير يجب أن تكون متميز شف السوق إيش فيه ناقص ودخله يجب أن تحل مشكلة ولا يجب أن تخلق مشكلة أنت لما تقلد الآخرين تخلق مشكلة شف السوق إيش محتاج محتاج أنا مثلا أضربك في المقاهي مقاهي الحي ما هي موجودة عندنا بشكل جيد أنا ليش أروح أضرب مشوار لمقاهي بعيد وش فكرة مقاهي الحي مقاهي الحي أنه يخدم أهل الحي نفسه يكون فيه نوع من الحميمية يكون واحد من أبناء الحي يكون عنده المقاهي هذا ما أروح بعيد وأنا أقدم لك كل الخدمات وأسعار معقولة وتتناسب مع أهل الحي لأنه حيكون في داخلي في شارع داخلي أخيرا فقط لضيق الوقت تفضل هل يعتواجد المقاهي بجانب بعضها كبعض المجمعات التجارية تلاقي المجمع كله مقاهي هل هذه مشكلة أم هذه ميزة ممكن تكون مشكلة ممكن تكون ميزة لأنه أنا بخدم يعتمد هي التنافس بين الجميع وهي في النهاية للمستهلك المستهلك يبغى خدمات عالم لما يكون فيه عندي خمسة ستة كلهم يتنافسون ليرضاء المستهلك مهمة كل واحد من هذور الخمسة أنه يرضيني أنا جاي مستهلك فأنا واحد سعر مرتفع ما أبي مثلا واحد لا يقدم خدمة عالية ما عندي مشكلة تفع سعر واحد لا يقدم منتجات مختلفة واحد يقدم حميمية أكثر فأنا فرصة دي كمستهلك أنه أنا موجود عندي كل التنوع أنا قل اللي يعجبني وانا أشكرك السوق يخدم وانا أشكرك جزيلا الحديث يطول شكرا حديث مثري شكرا جزيلا لك شكرا المستثمر في قطاع المطاعم والمقاهي عبد العزيز السلام أشكرك لحضورك وقبول الدعوة شكرا الله شكرا لك